موسيقى موسيقى السلام خير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة برحب أحضراتكم في فكرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة يمكن موضوع تجميل استادي بيشغل بقل ستات كتير وبنات كتير جدا خاصة لو الموضوع ليه علاقة بالتجميل بتناسق القوام بالشكل نفسه لو في مشكلة في صغر حجم الثادي أو كبر حجم الثادي بيبقى في مشكلة نفسية لو في مشكلة في كبر حجم الثادي فدي مشكلة بتكون وظيفية كمان في مشكلة صحية في حاسة أن ينفسها دايما بيكون مش قادرة تاخده كويس في مشاكل كتير غير النفسية بالإضافة طبعا يا رانا لفكرة أن في ارتباط حاليا دلوقتي ما بين كبر حجم الثادي وبعض الأورام في ارتباط بسيط طبعا الموضوع ما أصبحش تجميلي بس فيه ستات كتير أصلا ما تعرفش أن فيه حاجة اسمها جراحة تصغير السادي ما تسيبيش نفسك بقى عرضة بالشكل ده بعرضة للمشاكل لازم تلجي لجراحات تصغير السادي بالإضافة إلى البنات اللي عندها مشكلة نفسية مع صغر حجم السادي وحاسة أنها فقدة غزء كبير من أنوستها تجبير السادي داتي أمان والعملية بتتمي بنجاح كبير خلونا اتكلم بالتفصيل على تجميل السادي مع ضفنا الاسم الكبير في عالم جراحات التجميل الدكتور عطية خفاجة استشاري جراحات التجميل كل الطب جامعة القاهرة أهلا دكتور عطية نورنا نورنا يا دكتور دكتور في البداية عايزة عارف محضر لك إيه هي الأسباب اللي بتؤدي ليه كبر حجم السادي أو صغر حجم السادي تمام إحنا عشان نبسط الأمور خلص هي مشاكل السادي هنقسمها مشاكل عند الرجال ودي بسيطة واتكلمنا عن لها قبل كده تمام وشفت الدهون ومنتها البساطة وخلصنا منها لأن ده التسدي عند الرجال نيجي للسيدات هو فيه تلك مشاكل كبار بيقابلون إما صغر حجم السادي أو كبر حجم السادي أو إن ما فيش سادي سواء جراحيا أو خلقيا يعني فيه بعض الحالات ومهمة جدا وحاجة مهمة جدا بنتكلم عليها النهاردة في عمليات استقصال السادي الكل أو الجزئي وإصلاح ما بعد الاستقصال حصل تطور كبير في المبادة جدا لأنه بقى فرع الواحده اسمه أونكو بلاستيك سيرجي أو ده فرع استقصال أو أسادة جراحة أورام وتجميل برانش كامل في بلد كتير بيشتغلوا بس على استقصال الأورام وتجميل السادي تمام؟ فإحنا قلنا لتلات مشاكله طيب المشاكل دي فيهم معاها حاجة تانية صغر حجم السادي يا إما حجم الاتنين يا إما صغير وواقع أو صائد متراهل أو متراهل يا إما صغير وفي مكانه وبرضو الكبر معظم الحالات بيبقى الكبر بيؤدي إلى التراهل كبر حجم السادي كجزء لا السمنة المفرطة عند مريض ممكن يزود حجم السادي حاجات في الجينات الرضاعة مرات متكررة وكتيرة في أسباب كتيرة جدا في الكبر حجم السادي إن المريضة بتاخد هرمونات في فترة من حياتها ففي حاجات كتير جدا تكبر حجم السادي فكده زي ما اتفقنا والعلاج كل حالة بيختلف هنا العلاج راح يعني عشان في بعض الحاجات الغريبة اللي بنسمع عنها الحقن ومش الحقن والكريمات ومش الكريمات والحاجات الغريبة اللي بنسمع عنها دي هنا الحل مع السادي عن سيدة الجراحة أكيد الحل الأمثل والأكيد هو الجراحة فقط نتكلم بقى عن جراحات تجبير وتظهير السادي تمام اتكلمنا عن السادي اللي هو الصغير هناخد أول منطقة للسادي الصغير السادي الصغير ده وزي ما اتفقنا إما سادي صغير وفي مكانه وسادي صغير مطرح ده علاج ده بيفقد تلف عن علاج ده السادي الصغير بس من أنسب العلاجات ليه من الحشوات السيليكون أو حقن الدهون ده بيجيب نتائج كويسة أو سواء حشوات السيليكون أو حقن الدهون فيه الناس بتخاف من السيليكون وإن كان بنأكد للمرة المليون إن السيليكون ليس لها علاقة بالأورام وليس لها علاقة بأي شيء معانا فيديو على فكرة دكتور عيوش راح للحان السيليكون ممكن حدوك تعلق لنا كمان يعني زي ما احنا شايفين هنا ده شكل حشوات السيليكون ده فتحة صغيرة دكتور ده فتحة تحت السادي بتبقى مش باينة فتحة كلها 3 سنطي بالزبط بنحط منها الحشوة هو فيه كذا طريقة لوضع السيليكون فيهم بالزبط هل يا ترى تحت أنسجة السادي أو تحت العضلة من أحسن الطرق اللي وصلنا لنا لنهاردة عشان نستفيد من ميزات الحشوة السيليكون ان احنا بنحطها اسمها ديوان بلاين جزء تحت العضلة وجزء تحت أنسجة السادي فبنستفيد من ميزات النوعين طيب ده السادي الصغير طيب فيه سادي صغير ومتراهل ومتراهل زي بعد الرضاعة زي بعد الرضاعة تلاقي السادي فقط معظم الدهون اللي فيه والأنسجة اللي فيه والتدايق فده في معظم الحالات بنحتاج أن احنا نحط حشوة مع عملية لرفع السادي ليه لأن الخريطة اللي ربنا خالق السادي بيها فيه مكان معين مظبوط للحلمة والهالة السودة اللي حواليها أو الهالة البني اللي حواليها وكل ده فده لازم يتضبط معنا مش هينفع أكبر السادي من غير مظبوط مكانه يعني هنا بنحط حشوة سيليكون وبنرفع كمان السادي السادي بالزبط كده ليه لأن مش هيبقى مظبوط انت هتلاقي الحشوة اللي حطناها هتاخده توقع فوق خالص مش بمكان السادي والحلمة بالهالة اللي حواليه تحت خالص مفيش سادي كده فلازم يتعامل العمليتين ساعد دي دي في السدر الصغير نمسك بقى حت السيليكون يعني هل السيليكون ليه تأثير على الرضاعة ده من ضمن الأسئلة اللي البلد بتسألها دايما لا السيليكون والحشوات ليس له تأثير على الرضاعة يعني تحطه وتترضى عادي مش كده بعد كده خالص خاصة بالدول بلين ده ما ليهوش أي تأثير على الرضاعة اللي هو جزء تحت العضلة وجزء تحت أنسجة السادي ده ما ليهوش أي تأثير على الرضاعة وطبيعتها ومدتها وكل حاجة طيب طيب دكتور ممكن حضرك في موضوع تكبير السادي ذكرت الدهون الدهون دي بيتم معالجتها قبل حقنها ولا بيتم ازاي أكيد طبعا طرق معالجة الدهون تطورت جدا في الفترة الأخيرة وده يجعلنا نستفيد من الدهون بشكل كبير جدا يعني لو سادي صغير وفي مكانه أو مترهل بنسبة بسيطة مش كبيرة نقدر بحقن الدهون مجرد بناخد دهون منطقة البطن منطقة اللي في خادة عند المريضة وفي نفس الوقت نحن السادي ده يديها الشكل والحجم المناسب واللي هي عايزات بتتعالج بطريقة معينة عشان نفصل المواد الغير مرغوب فيها في الدهون ده تقدر تعيش طول العمر وما يمتصش أجزاء كبيرة منها هل كل حالاتي ينفعلها حقن الدهون وكل حالاتي ينفعلها سلكل ولا حظات بتقرر مع كل واحد حيفرق معي كل واحد حيفرق معي لا كل واحدة طبعا لأن في مريضة ما عنديش كمية الدهون عندها اللي يكفي يعني خاصة اللي بيبقى سدرها صغيرة غالبا بتبقى يعني حد رفيع ما عندوش كم دهون كافي فمش هقدر أديها اللي هي عايزة بالدهون فلازم المريضة بتتشاف وتحس بالكميات اللي احنا عايزينها والمقاسات وكل حاجة يمكن معنا في فيديو يا دكتور بيوضح حقن الدهون صح كده تمام بالزبط كده ممكن هل بتعلق لنا عن فيديو يعني احنا دلوقتي بنبين حقن الدهون في معظم الحالات بنحقنه برضو تحت العضلة جزء وفوق اللي هو فوق تحت الغشاء اللي محيط بالعضلة وبنحقن أنسجة السادي نفسها كلها فده بيدينا كبر لحجم السادي وكمان نقدر زي ما تكلمنا نقدر نرفع وبيدي راح فعلا يا دكتور آي يعني التراهل اللي موجود بيختفي بنسب مش كبيرة إنما لو النسبة كبيرة لازم نحتاج العملية اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده طيب الحشوات هل بتختلف واحدة عايزة تعمل حجم كبير أو حجم زي هل الحشوات دي لها أحجام معينة تتناسب بقى مع شكل كل واحدة ومقاساتها اه طبعا فيه مقاسات من الحشوات وفيه أنواع كتيرة جدا متطورة من الحشوات لحد اللي بيسموه الاناتومكة للنهاردة أو اللي هو واخد شكل السادي الطبيعي يعني كان زمان فيه عندنا حشوات كلها مدورة كده وظهرها فلات أو مبطط نحطها ده مش الشكل الطبيعي دايما ربنا خالي هتلاقي الشكل الطبيعي السدر فاضي من فوق زي بيسموها تير دروب أو دمعة العين اللي هو فاضي من فوق نسبيا ومليا من تحت عشان يدي الكرة فالنهاردة الحشوات اللي هي الاناتومكة اللي دي أو اللي هو الشكل اللي ربنا خلقه ابتدت تبقى موجودة حجام مختلفة لازم بنتفق مع المريضة هي عايزة أدي إيه وإحنا نقدر نديها إيه عشان نوصل لأحسن نتيجة عايزة الملمس بقى دكتور بيبقى زي الطبيعي بالضبط خالص حضرتك ده ملمس طبيعي لا يتأثر الإحساس مطلقا بالحشوات لا يتأثر الرضاعة زي ما تكلمنا ما لوش أي تأثير على طبيعة السدي في المرأة طيب نروح يا دكتور بقى النقطة تانية وهي برضو مهمة وهي تصغير السدي ممكن نتكلمنا عليها بس بمختصة نتكلم عنها بالتفصيل أكتر عن العملية وإزاي بالتم طيب تصغير السدي برضو اتفقنا يا إما عن سدي كبير واقع وده معظم الحالات لأن تألم أن السدي بيبقى حد من بير بيؤد أن يسقط ما بيقاش مترهل زي اللي خاصة لا سقوط السدي والماركس أو العلامات بتاعته زي الحلمة والهالة البنية وكل ده بيبقى مش في مكانه الطبيعي فهنا بنحتاج لعملية تصغير مع رفع السدي طيب لو في بقى حاجة سدي مترهل بس بس حجمه طبيعي يعني لما جاء إسماء أساتي السدي ألاقي الحجم الطبيعي ولكن في طرهل صائد أو مترهل هي بعض السيدات بيتهقلهم أن الحجم صغير لا ولكن بيكون الحجم الطبيعي ده حاجة مهمة جدا بالصائد لتحت بالضبط كده هو صائد فمديها الإحساس ده لأن الجلد بقى زيادة فده بنستخدم حاجة أوتو من البرست نفسه بنشكله بطريقة معينة أن أنا أقدر أحافظ على الحجم بس أشيل الجلد الزيادة وأرفع السدي يعني هنا بتكون الجراحة أو العملية في الجلد نفسه هي اللي بيستقصل الجلد نفسه أنا أخذ بيدي حدث توضح لنا حتى تصغير السدي حتى الفيديو يوضح أوي أنا أخذ بيدي حدث تعالينا عليه تفضل يا دكتور علاء ده بالضبط الرسمة اللي بنعملها قبل العملية والمريضة قاعدة أو وقفة عشان إحنا بنحرك زي ما إحنا شايفين كده العلامات السدي ده للمكان الطبيعي اللي هو تقريبا في نص زراع المرأة يعني لما نيجي ناخد خط من الحلمة أو بالعرض يقابل نص زراع تقريبا فلازم فيه مأسات معينة وبعده عن عظمة الطرقوة قد إيه والأماكن دي قد إيه فهي لها رسمة مهمة جدا رسمة المريضة قبل العملية دي أهم حاجة في الدين طبعا ده أبعاد معينة حسب حجم جسمها الطبيعي حجم جسمها وبعد الحلمة والهالة عن مناطق معينة في العظم من السدر كل ده مهم جدا الشكل جميل جدا بتاع الفيديو معقولة بعد التراهل ده يبدأ السدر يرجع في مكانه تاني يبقى ترجع كشباب بقى تاني دي من أكتر المرضى اللي بتبقى مبسوطة عن مرضى التجبير آه مرضى التجبير بيبقوا مبسوطين وسوعدة جدا وبيفرق معاهم كتير في حياتهم إنما هذه السيدة لأنه بيفرق معاها في الشكل في اللبس في إن هي بتخاف تبين سدرها آه طبعا سعادتها الزوجية نفسها يعني بتفرق معاها جدا في الوظيفة كمان بتاعتك الوظيفة بتاعت السادي حمل السادي فعلا أنا شفت السيدات ابتدى يحصل لهم مشاكل في الفقرات ابتدى يبقى مش تجميل ده علاج علاج فعلا لأن عندها مشاكل كتيرة جدا وأحيانا يا دكتور بعض السيدات بتشتكي وهي نايمة بتقوم حسنا لنفسها مكتوم حسنا في حاجات قيلة على سدرها أكيد بعض الالتهبات من تقل السادي وحجمه مشاكل كتير جدا بتتخلص منها السيدة مباشرة وفعلا في ارتباط بالكبر حجم السادي وبعض الأبحاث بتقول إن ليه علاقة ببعض الأورام أو كده والتطور ده أكيد في علاقة إحنا عارفين كلنا إن نسبة حدوث أورام السادي في السيدات الأوفرويت أو التخان أكتر لأن الدهون بتفرز هرمونات تساعد على ظهور الأورام فمعظم حالات السادي الكبير بيبقى نسبة كبيرة جدا منها في السيدة لحجمها كبير طيب هو كمان بمنتهى البساطة كده أنا عندي سادي كمية الخلايا اللي فيه كبيرة كتيرة جدا عن السادي المفروض تبقى عليه أو طبيعي فنسبة إن يحصل فيه أورام أكتر أكتر هنا بمناسبة بالدهون هل ممكن يتم تصغير السادي من غير جراحة بشافت ودهون بس؟ لا يعني هو صعب جدا ونتائجه مش مرضية لأن مشكلة إن السادي مش دهون بس فلازم بيتشال فيه أنسجة وغدد وكده فدايما عايز سادي نسبة الكبر فيه مش كتيرة والنتائج ضعيفة جدا تمثل مثلا هتحصل على نتيجة 50% إنما النتيجة اللي هي 100% هي الجراحة طيب فيه سن مناسب عشان السايدة أو البنت تجري عملية في تجميل السادي؟ لا إحنا بنعتبر طبعا من سن البلوغ لازم يكون الأنسة عدد سن البلوغ عشان يكون قدرنا نحكم على السادي بتاعها وصل لمراحل البلوغ ولا لا هيكبر عن كده هيقل عن كده فده بالنسبة للسن الصغية السن الكبير ما فيش حدود للسن الكبير يعني ما فيش سن إنه قدر نقول لا ده بعد السن ده ما نقدرش نكبر السادي أو نصغره إنما إحنا بنختلف بس في حيثة سن البلوغ ده اللي لازم نرتبط به قدرت أمل لبعض الستات اللي عندهم كان عندهم أورام وحصل استقصال لجزء السادي ممكن نتكلم عن الموضوع ده هل فعلا في عادة تكوين للسادي دلوقتي موجود؟ أه طبعا من سنين طويلة وفي عادة تكوين للسادي لأن العملية اللي كانت مشهورة زمان في مصر من سنين طويلة اللي هو الاستقصال الجزري للسادي اللي احنا كنا بنشيل يعني في بعض المرضى مثلا من 40 سنة هتلاقي شايل السادي بالعضلة اللي تحت السادي بالغدد اللينفوية كل ده كان بيبقى متشال النهاردة لأ بقى هنا معظم الحالات ما بتحتاجش استقصال الجزري للسادي بيحتاج استقصال جزء إيه اللي هو جزء مع الغدد اللينفوية فبقى النهاردة أسهل لنا كتير جدا كمان في التعويض السادي ده إنما زمان طبعا كنا بناخد عضلة من جدار البطن ونحطها مكان السادي بالجلد بتاعها وقد نحتاج معاها حشوة سيليكون وكل ده كان بيجيب نتائج مزهلة للسايدة ما كانش عندها سادي بالزبط وطبعا لازم السادي التاني بنشتغل عليه سواء لو كان حجمه أصغر من اللي احنا عملناه أو أكبر فلازم اللي كان يبقى فيه بالزبط اللي كان يبقى فيه بالزبط اللي كان يبقى سهل لناك الأمور بكتير لأنه ده بيتم في نفس العملية يعني أنا بعمل الاستقصال وباستخدم حشوة سيليكون أو عضلة من البطن في نفس العملية السايدة بتخرج من العمليات مش حاسة كأنها ما شلتش حاسة جميل ده بيفرق كتير جدا طبعا يعني بيفرق معها في تقبلها للعلاج تقبلها للحياة نفسيتها كل ده بيفرق في تكملة علاج المريض طيب مش عايزين ننهي الفقرة طبعا ما نتكلم ندي جزء للرجال لإني دايما أحمد متحيز لهم يا دكتور برو ليهم جزء على دكتور عطية التسدي عند الرجال ودايما بقى بيشتكوا هو يقول لي أن أصحاب مثلا أو ناس يعرفهم ما عرفوش يطلعوا على البلاج ما عرفوش يلبسوا ميهات فورمة الساحلة دكتور عطية هو مشكلة التسدي مشكلة كبيرة وإن كان يعني في بعض على فكرة في بعض برضو عنده مشكلة في صغر حجم العضلة دي يعني إيه تلاقي شاب برضو عشان جات لي كذا حالة بالشكل ده شاب عنده نحية حجمها مرسب جدا وهو رياضي بيروح الجل ولكن بسبب غير معروف ضعف في العصب المغزي للعضلة بتاعة السادي فابتدى يبقى فيه واحد بيرفكت شكله لطيف جدا والعضلات بينه وكل حاجة والنحية التانية بامر فده عندنا أمل برضو أنه مش الستات بس اللي هدهون والرجال والرجال كمان هنا انت عايز تخلي الشكل جمالي عايز تخليه مبزم بالضبط كده عشان نقدر يبقى فيه تناسب في الشكل إنما النسبة الأكبر من الرجال التسدي اللي هو النهاردة بنشفط باللايبوساوند أو الموجات الصوتية ما عدناش بنحتاج جروح ما فيش جرح بشكله مش كويس يدايق المريض لا كلها فتحة 2 ملي بنشفط كل السادي حتى بالغدة لو محتاجين نشيل غدة السادي نفسها هي وكله جرح حوالين الهالة البنية طوله صمتي بنستخرج منه الغدة اللبنية دي وبقى المريض شكله عالي جدا العضلات باينة المرسوم كويس المشكلة الجلد مجدود كويس من غير جرح من غير حاجة بيمارس حياته طبيعية واخد الشكل اللي هو عايزه نرجع بقى للتكبير والتصغير أو التصغير بالذات الجرح بيشغل الستات شوية هي بشكله عامل ازاي ويرجعوا حياتهم الطبيعية بعد قدية بعد العملية لا التظهير السادي برضو بترجع حياتها الطبيعية هي بتلبس البراد الطبي بتاعها وترجع حياتها بعد 48 ساعة خلاص دمام ممتاز ما فيش أي يعني من العمليات فعلا اللي ألمها أوليل وما بديقش المريضة عملية سواء تكبير أو تظهير السادي هي لدرجة ان احنا النهار ده يعني بنعمل ده مع عشفة دهون يعني بتيجي سيدة تخامل بقى فانسة تخامل عايزة اضمعها عايزة يطرش في الدول تطلع واحدة تانية وتصغر صدرها فده بتعمل في نفس الوقت عشان أخد الشكل الأمثل والمنواسب لها فمن أقل الحاجات اللي بتدقيقها الجرح اللي في السادي وهو معظمه ما بيبانش يعني في خلال من 3 ل 6 شهور الجرح لأن السادي من المناطق اللي بتقام بتاعها كويس قوي ما بتعملش أشكال الجروح الجرح بيتاخد حوالين المنطقة البنية ما بيبانش ما بيطلعش ما فيش غرز فكل ده بيدي أن ما فيش جرح طب مدة العملية يا دكتور سواء في التكبير أو التصغير والله هو التكبير أو حشو السيليكون مدة وقصيرة يعني بياخد مثلا في حدود من 30 ل 45 دقيقة إنما هو التصغير هو عشان الرسمة اللي احنا شفناها دي هو اللي ممكن يطول بياخد في حدود ساعتين إنما هي عملية لطيفة جدا وبتفيد كتير جدا من المرض يا دكتور حضر لك النهاردة وضحت لنا حاجات مهمة وطمننا اللي بتعاني من كبر في حجم السدي وطمننا برضو اللي بتعاني من صغر في حجم السدي تكلمنا معاكم النهاردة عن عمليات التكبير والتصغير لحجم السدي تكلمنا كمان عن التسدي عند الرجال كان منورنا دكتور عطية خفاجة استشارك راحات التجميل كلية طب جامعة القاهرة نورتنا دكتور نورتنا دكتور ودائما بتجيب لنا كل ما هو جميل يعني ربنا مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا انتظرونا فقرات مميزة من برنامجكم طبيب الحياة إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله